بسم الله و السلام علي رسول الله بسم الله و السلام عليكم و اشراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير و على خير انتم ما تشوفوا في هذا الفيديو يوم البنات جيتكم فيديو تحذيرات رمضان يعني بعض تحذيرات رمضان اللي قدروا ينقصوا علينا الوقفة يعني في الكوزينة والتعب سوختوا على بلنا بلك بوكو بلس يعني أنا نهضر عامة و يعني ببلك نقدر نخص فئة معينا اللي هي الحلوة جيت لي كيما نايا دون كاين تحذيرات على بلكم بالليل 15 يوم الخرانيين تاع رمضان اهم رايحين يكونوا كامل وقفة في الكوزينة و زيد اللي كومونت تاع العيد بس كيك تر طالب عليها و باش يعني لازم نكونوا ملنظمين امورنا من قبل ولا تاني بالنسبة للعام لا تاني لازم ينقصوا حوائج قبل ما ندخله في الروتين حبيت بركنا نعود نذكر في الورشة تاع الماستر كلاس تاع الحلوية التقليدية اللي راهي رايح يكون فيها 16 نوع تحالوية التقليدية زائد نوع واحد بونوس يعني هادية من عندي المتربسات لابنات اللاماستي خلاص نمامو يكونوا فيها شهرين تقرأوا شهرين مي وشنوكم رمضان راهوا لاحق علينا ان شاء الله سافي وشا هنديرو هنقرأوها اكسي لغي هنقرأوا شهرين في شهر واحد تقرأوا كل سبت تنديلكم زوج نوع تقرأوا نص النهار تقولوا سبت تقرأوا نهار كامل من صبح حتى الأربعة العشية باش صبح نديرو زوج نوع والعشية نديرو زوج نوع تقرأوا شهرين في شهر واحد بالنسبة اللي بنات اللي راهم تصلوا كاين اللي جاوني وحطوا لي دوسي يعني بقى وزوج اماكن برك في الفوج تاع الحالوية التقليدية تقريبا يعني كاين اللي جاوا وحطوا لي دوسي تحهم كاين اللي يعني احتل عشية باش يجوني اليوم عشية واغدوا ان شاء الله الاكتبار بي لما جاوش يعني قولهم يعني التسجيل لازم يكون حضوري يعني ماشي فقط في الهاتف برك باش يجيبووا لدوسي تحهم والبايمون ذي لهم كاين اللي مازال نعاود نتاصل بيهم ان شاء الله يعني معارفين الوحتيهم كاين عندهم ضروف يعني كاين وزو كاين اللي منعناة بعد البال ما يقدروش يشقاوي جيبو لدوسي على قراءوا هذو كاني رايح نعاود نتاصل بيهم بإذن الله باش نفهم في الوقت اللي بخوكم الدور البنت هاي رايح تبدى ان شاء الله السبت الجاية يعني ماشي السبت اليوم يعني بانرانة سبت. ما حتبدا سبت الجاي ان شاء الله نومون كونو احداش آآ فيفري باذن الله. دو كلها هي حبة التحق كما قلتكم ما زالو زوج اماكن آآ ما عليها غير تتاصل. دو كنخلي لكم الرقم هنا اسف الله فيديو. وفيما يخص ورشة تعال تعال فواكه المشكلة فيها طناش النوع من الفواكه المشكلة يعني بما فيها لابات لا فخص وكل متربيسة آآ تخدم الانواع تحافظ ناش وكل متعلموا يعني تقنيات تحت تشكيل تقنيات تحت تلوين آآ كيفاش تحتافظوا بها كيفاش تنظموا يعني روحتكم كيت خدموا الطلبية تتعكم بإذن الله هذوك الدورة كما قد كمها راح تكون آآ يوم التولاتة 14 فبري بإذن الله هذي هي هذو كان البلد ما نطولش عليكم بزاف من الدخلو في الروتين تعنا وفي التحضيرات ديالنا كي قولوا رمضان نقولوا القارس وكي قولوا لي كومونت تعليق أيضا قولوا القارس ألوغن بروفيتي وما دمره وقته يعني وقت القارس دوكا وسومت يعني راهي راهي ما شاء الله يعني حبطة شوية بغابوغ يعني العوام لي فاتوه آآ والحبات يعني شوفوا اهنا جابلي زوجتااع القارس الحبات تعالله يبارك وكانتاني مشتركة تتبع فيها في القناة عيطت لي قتلينانو عندها شحال يعني ملي هدرت معها حتى انا ونسيت قتلينانو كنت وعدتك بالقارس باش نجيبهولك وانا والله غنسيتها كامل وفاتها كاكب الوعد تحاوبات لي كمية لبس بيها تعال القارس نقول لها ربي يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتك ودعو لها لبنات ربي شافيها يعني عندها مرض ربي إن شاء الله هي يرفض الدور ويرجع لها صحتها إن شاء الله نقول لها ربي يرسقك من حيث ولا تحتاسي بيهولك هنا كما كنتو تشوفوا دلت القارس تاعي كامل دخل لي فيه تاعي وعمرتو بالمغسلتو يعني بالحبل حبة بحبة هنا ما صورت لكمش بس كنت نخدم بيد وحدة وشادة تليفون بيد وحدة ما كانش عندي لتخيبهي باش نصور لكم قصلتو كامل بالحبل نحيت له كامل هذوك الأتريبة وعني حتول صافي شللتو من بعد يعني مسحتو كامل بسربيتة وهنا كما لكم تشوفوا يعني تلموا القارس هاد النوعية تعال القارس اللبنة تقشرتو خشينة شوفوا هنا ننقي فيه البنات بالإيكونوم يعني ما 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 سكرفشتوش عادة ما فانسكرفجو مثال ما هاد يعني شبابو القشرة تعززتاعو في غيمو خشينة دو كنوري لكم هناي طريقة كيفاش كنت نواسي به خيروا بك البنات الإيكونوم أنا استعملت هدايا خيروا الإيكونوم ليخرج القشرة القيغة بس كاين إيكونوم لي يعني كيت قشروا به بطاطا ولا خضرة ياخد كمية كبيرة من القشرة ويزيد يديم اللابيل به هذيك تحال داخل نو كنتو ما خيروا إيكونوم ليكون يدير القشرة رقيقة شوفوا البناتان هناك شوي قشر لي شوفوا يعني ما يلحقش مينبال هذيك القشرة البيضة نو كي نحيلي غير لزيست هنا رح يحصلوا على كمية أكتر بالنسبة نعطيكم نصيحة لبناتلي هي حبة تخبي اللي تسحق يعني اللو زيست هاي رح تشري هاد القارس الكبير وجي قشرة تاع وخشينا أما بالنسبة للناس اللي تحب تخبي غير لجو ما يعني ما تسحقش للقشرة هذيك تخير القارس يكونوا حبات تاع ورقيقة وتكون الجلدات تاع وكيف أن تخيروا حبات يكونوا صغار عفوا والجلدات تاع وتكون رقيقة يعني هادك الكوري حين تصيبوا فيه جو كتر من اللو زيست اللي بنات بعد ما قشرتو كامل كي ما شفتو جوستو فروب ورحيتو قدرت كامل هذيك للا كونتيتي هنا وجدرت قسمتو في علب صغر اللي بنات هاد العلب صراحة هل ماشي لي كوموند هادو ما خليتهم يعني للدار باش كين تحب ندير مسكوتش ولا حلوة الطابع ولا بسبوسة ولا اي حاجة هني حنجبد علبة وتاني تجيكم ساهل كي تجبدو يعني تكرطوا غبل مغير فام الفوق راهو رايح يتنحى معاكم فاصيل مو يعني هاد العلب وحدة لي تحب تخبيه لها لها للدار تدير فعلب صغر دي بخيفي غنصة هكا بالنسبة للحلوات جيات لعني لازم لنا كي ما نقولوا كونتيتي كبيرة نديروا في علب يكونوا كبار مشيش رتع الزجاج تعزجاج عفوانتا بلاستيك ولا فليساشي تكونجيلاتي وناكم رايحين نديروا كونتيتي كي ما هنا هملي كي ما هاد العلبة نخليها لي كوموند يعني ماشي هاد الكميه حنزيد نشري لك تبربي ان شاء الله كميه وحده اخرى بالنسبة للقشور هاده تعالقارس يعني ما نرمي القارس ما نرميه وفيه والو اكوا تشوفوا بعد ما قشر بعد ما نحيتلو لزاست وعصرتو يبقى ولي هاد القشور هادوما اني رايحة نرحيهم نزيد معاهم زنجابيل ونزيد معاهم كميه معتبره من الملح قولوا لي انا نوش احديري به هادا يا هادا البنات نخبيه بدي ساشي دوك نوريكم كيفاش نحتافظو به وكل ما نجي نغسل الجاج تعيي يعني كي نغسل الجاج عبالي بلي جي راح زافر انا نحكم مكعب ولا مرسو من هاد الخالط هدايا ونحك به الجاج ديالي وبعد ما بينسو يغنغسله وننقه نحك به الجاج تعيي ونخلي حوالي 1-4 ساعة حتى النص ساعة يعني ستقوني حتنحه كامل ريحة السفارة والجاج تعكم تاني يجي بنه نحي يجي يعني كما نعرفو الجاج يحب يحب الزنجابيل والقارس تاني والملح على الجاج تعكم راه ورايح يجي كمبني لونك درتهم في روبو كامل هادوك القشور كي ما شفتو درت لهم الملح زنجابيل ورحيتهم وهنا هاي اللي كناتيجة لبنت اللي تحصلت عليها درتهم في الصاشي تكونجيلاتي وهنا يا نسي نسي باري يعني غير بيدي برك باش ما نطرش اني نكونجليهم في ليمولتع سيليكا وكل ما نزحق لاني رايحة نجبد مورسو من هادوما نحك به الجاج ديالي حيتخرج لكم يعني كمية لبس بيها حتفطو بيها في الكنجيراتور هاكالنا هاي اللي تحبو تغسلوا الجاج تعكم راه ورايح يجيكم ساهل بالنسبة للجو يعني كنت عصرتو كامل وهنا يجيت نكونجله يعني يدرت في ليمولتع سيليكون درت صغار درت كبار هنا البنات الحلواجية تقدرو تديرو في ليصاشي الكنجيراتيون ديرو نقولوا باريزوبتو ما كي تكون عندكم كونتيتي كبيرة تعارس ولا تعقيقة ولا حنكيلو بالكاس طليا نكيلو نزع ما نقولو كاس كاس مزهر قلو نديرو نكيلو قيس كاس تعمل هذا عصير بورتوقان نفرغوا في صاشية كونجيراتيون نربطونها اللي تكون عندي طالبيا نجبد غير وش نسحق تقدرو تديرو كيلة كبر منها ولا كيلة صغر منها هادو مالبنت صراحة يعني درتهم ليه للدار اللي درتهم في ليمولتع سيليكون يعني واحدة ليحبة تكونجلي القارس بالنسبة لهذا المول الصغير نحبو هذيك اللي نعصره هذيك العصرات على القارس في البوراك ولا في الشربة ولا اللغة نحن نجبد دي كوب يعني فرديين كل واحد نجبدلو ليدير اللي يحب يدير في الشربة يجبدو واحدة صغيرة ويديرها لداخل وهناي طالقة الاحتفا تقدرو تديرو في ليصاشية كونجيراتيون كما تقدرو تديرو في هاد العلب هادو ما راهم يتباعو يعني لو مامو يديرو الفراك ولا خمستاشمية صغيرة لو مامو دير الفراك والكبيرة دير خمستاشمية تستفوهم كامل وتحطوهم في الكنجيراتيون هل تحبو تديرو تاختو سيتخون ولا تحبو تعقدو الجوازات تاكم ولا يعني تجبدو غير مورسوبرك والاستعمال تا عمر هو رايح يجي سهل ونوفروا يعني الوقفة هذيك والتعب في الكوزينة بسك هاد اللي دي طاي الصغار لبنات هادو هادو ما اللي غنشقونا الكوزينة في في رمضان لانتحبي ديري تاختو سيتخون تجبدي باشتا عصري وعصري ولو اخر اقو رايح نتصيبو القارس تاكم ولوزا ستاكم يكون واجد والا هنان كماندي مولي كامل الكمية اللي عندي ونحتفظ بها في التلاجة يعني كل ما نسحق راني رايحان نجبد يعني لسحقيت باش حاجة كبيرة لاني حان نجبد مليمون الكبار وليس حق كما هادو ما بايزون بدلتهم في ليمول تع اسكيمو هادوك الكبير كامل هادو ما بايزون هادو ما بايزون انها اللي نجي ندير تاختو سيتخون نجبد غير زوج ندوب بهم ونخدم بهم لك خامو سيتخون تاعي وليس حقيت باش نعقد الجواز ولي ندير جو كيف كيف يعني لس حقيتو كمية كبيرة جبدو يعني على حسب ليمول اللي عندكم ان شاء الله برك تكون الفكرة وصلتكم اما بالنسبة الناس لما عندهم شلي ملتع سيليكم بزيادة تقدرو تاني تكونجلوا في ليقوبلي يعني ديروا عمروا ليقوبلي تاعكم كان اللي عمروهم كومبلي كان اللي عمروهم غير نص ولا غير بار برك وكي تكونجلوا لكم فرغوهم هكا في ليصاشي ام بعد تجبدو واشتحقيتو تاني حاجة تاني لي وجدتها يعني ما شانا نقيتو نقاته لي زهرة اقول لك يا اختي الله ينقيك ملع ديان وينقيك مدنوب ان شاء الله نقات لي يعني كانت كنا كمنها لكو منذ بكري وكان جاب لي يعني زوج كمية من القرنون نقاتها لي هي وهي وفتحية تاني الله يبارك يدها خفيفة خفيفة بزاف القرنون انا البنات صارح وانا نصارحكم يعني مبهد اللي روحي قدامكم ما نعرفش نقي القرنون ولا بالاحراء يخرج لي كحل يعني كما درت له كما وراولي كما النقي يعني حبها نقعد فيها ساعة باش ننقيها يعني انا باش ندير جواز قرنون ولا تبيخة ولا عندي انا بروجي لازم ننقيه في الليل وكما ندير نو بيخرج لي كحل ما يخرج لي شبيض يعني شوفي هي الله يبارك ما شاء الله ربي بقى عليها ستر ان شاء الله هي وفتحية تانية حندي لكم فيديو ببالك لمورها دانسي إن شاء الله إلا كانوا عندي حبات نور لكم طريقة تاع فتحية تانية كيفاش تنقيه شوفوا كيفاش جاه الله يبارك بيد ما شاء الله نونك راهو وقتو القرنون وراهو رخيش شوية لي حبت تقتاني من فرصة ديروا عباكم بلي في رمضان ساعة اليامة الخرانيين ما كاش الوقت ولا واحدة خدامة ولا يجيك تضيف على غفلة يعني كون خلاص بالك وقت القرنون ولا يعني ما مشي مشي شرط الرمضان مام المور تقدروا تتحفظوا به تحبوا ديروت بيخة ولا دولمة ولا جواز جلبانة بالقرنون لكم رايحين تصيبوا هواجد دوكم وريكم بطريقة على الاحتفاظ كيفاش دارت له الظهرة هنا يا نقطو ونحت كامل هذا كشوك بالمغير فاكي ما راكم تشوفوا أنا هنا بنتكين الحقل هذا المرحلة يولي لي مسود سواد هيا درحكو ذو كعليا ما على باليش علاش ما كي ما درت باش يعني نتولي يدي خفيفة كيفاش نقيه ومايك حالي شعيت ما ننواسيه بالقارس نحكي يدي بالقارس كل ما ننقي شوية نحكي ما على باليش علاه الله غالب يعني كي ما درت ماشي هكذاك شوفوا هنا يتفرغلوا كامل القلب بتاعه بالمغير فاو تزيد تحكو كامل بالقارس ومن جهة واحدة اخرى وجدت طنيجرة ولا كوكوطة ولا احنا درنا فهد فهد الماعون هادة اللي نخدمو فيه يعني يعني احادي تقدروا طيبو فيه فوق النار درت لها كمية من الماء وكمية من الفارينة يعني درت كلش بارد في بارد انا تقريبا نقولو عندنا واحد زوج لي ثلاث هكاك تاع الماء والفارينة واحد زوج مغارف كبار تاع الفارينة حركت لها كلش بارد في بارد قاتلي حطيه فوق النار وخليه حتى يبدأ يغلي زيت رميتي عليه دو كتوفو هنا لي تخونش تاع القارس هنا مايش راي حطيبو لبنات لكن احط يعني يدخلو ياربيزوش تقايق برك وتعاودة تنحيه باش يبقى بيض ويشد لكم اطوال مدة في الكنجيرات هايلي كهنا يا زدنا لي تخونش تاع القارس هنا كان هادة كوين بدا يسخن الماء بعد ما اغلال ما هادك يعني جابت هادك القرنون وبدأت يعني كل ما تنقي ربع حبات خمسة ترميهم الداخل واحد دو مينوت شوفو كيفاش جالله يبارك دوك شوفو كي تنحيوه البنات كيفاش يولي ببيض الله يبارك ما شاء الله نوك بها الطريقة راكم رايحين تحتفظو فيها في الكنجيراتور بعد ما نحيتو هنا البنات تعودو اما تديروه في المبارد وتقطروه مليح فوق سربيتة ولا فوق ببيض وديرو فليساشي في الكنجيراتور منها اللي تسحقوه تجبدو يعني ديارك تموم الكنجيراتور إلا كنتو حاد ديروه دول ما ولا حشي وهو ككونجلي ما تسنوش حتى يدي كونجلا ورمو ديارك تموم فلا كوكوت ديالكم هنا ما حبيش يعني نحيلكم المقطع باش شوفو كيفاش هنا هايلي بعد ما خلاتو اغلاء حوالي زوش تقايق يعني ما يطيبش جوست يدخلو برك طياب آبان شوفو البنات كيفاش نحاتو بيض الله يبارك ما شاء الله شوفو القلب بتاعو يعني بهذه الطريقة تنقو وتحطو وتنقو وتحطو فلاسيت حتى تكملو الكمية اللي عندكم نارا نظرك هادي كاتد بيرا ولا حبيت يعني نشارككم بيها نارا شوفو البنات القرنون كيفاش جو الله يبارك بيض هاقدر تخلي وهي برد كي ما تقدروا تديروه في الماء بارد ومن بعد تكونجلي وهدرتو انا في صاش يعني كل صاشي درت فيها ستة اهنا كنت نصور في الليل على بيه رويبان لكم هاك يعني الإضاءة راهي شوية ناقصة ونجو الحاجة وحدو اخرى تاني كي ما اهنا البنات عندي وجيت عولة بتاع الحمل حلو نشي حمل حلو التفاح اللي نديرو في الحمل حلو يعني منقي وطهيب في السيغو بالعود تاع القرفة والنجمة الارض ولا لا باديان اهنا البنات اللي حبت تدير عليه طلابية تختار من الفرصة هاد اليامات يعني شدو اللي كومونت تاع التفاح تاع المعجون يعني لا رهي مهتمة تتاصل حبات ديرين كومونت وتاني يعني كنت درت شوية معاجن على بنا بليدو كاتيك وقت لي زاقريم المعجون التشينا القارس بومبلوموس الرنج يعني هدا هو وقتهم وحليا وحبي يخبي للصيف ولا كي ما نقولو احنا العولة تخلوها في اللي يجيكم كشو واحد على غفلة غير حبيبات بغري ولا حبيبات مسمن ولا خبزة مسكوتشو تحطوها معاهم يعني حاجة بطبع اهمة وشن هالا هام اللي كان اهنا اهني خليت كمية ليه درت الرنج درت التفاح درت التوينة وحطيتهم في الكنجراتور هاكا في الصيفة هم رايحين اه تصيبوهم هلا البناتاني حبيت نشارك معاكم بعض الامور يعني ما درتهم شدو كم يهدو ما في الصيف كان جابلي زوجت تاعي طوماتش يعني هاديك طويلة على بلكم اللي ما فيهاش زريعة وجيم لحمة وحلوة كان جابلي كمية كبيرة وما صبتش وش ندير بيها وما طيبتهاش يعني صوص طوماتش خاطر ما كانش عندي الوقت يعني كنا معلي كوموندو يعني خفت تخسر لي وش درت يعني قشرتها ورحيتها هكاك خدرات مادرت لها والو وقسمتها في دي ساشي هكذا باش كندير شربها في رمضان اه على بيكم بلي طوماتش يجال بخيتي حياره رهو رهو اسمان سورتوه ليه متلولانيين يكون بزاف طالع وتاني يعني ما حبيش انها نفس الطوماتش تعي اهلا في وقتها ارحيوها هاكاك خدرات وخبيوها يعني كتدبيرا اهنا البنات هدايا اه يعني كنت كيف كيف يعني في الصيف اه كنت درتو وعني في الفل في الفل الحمر ولا طرشي الحمر هذيك الدرسة اه اه مرحية كما راكم تشوفو نالا يعني كنت درتها في ملتع في ملتع سيليكون ودرتها في صاشي هاكاني رايحة نحتافظ بها هنا كنت خدمتها مقبل وعني تقطع لي صاشي جي تعاود درتها في صاشي واحد اخر اهنا بليدي يعني كان يديلي في فليزي تيكات باش نعني نعرف كل حاجة واشنو هي اهنا يكتب لي الحميس هنا كنت كيف كيف يعني يعني درتو في الصيف يعني زوج جاب لي كمية تعفل فل وتع طماطش جاب لي كمية كبيرة وجدرت لهم يعني حمصتهم حمصتهم ميخالة حمصتهم شويتهم هما وطماطش ورحيتهم يعني غير شويتهم نقيتهم رحيتهم يعني مدرت لهم والو لا زيت للملح لحتى حاجة نديرهم هكذا في الكنجيراتر ونهالي نسحقهم في رمضان انا رايحة نجبدكوا الكيس وحده يعني نحطهم ديكتهم في المقلاء حتى ينشف المتحوم نزيد لهم ملح وزيت زيتهم أهلا تاني البلد بالنسبة للحم الحلو يعني ما نشريش على مرة يعني ما ننسي ناشتها يلحق رمضان ونشري كلش على مرة بس كالابلكم اللي واحد قد ما يكون يخلص ما يلحقش هلو كنت كل ما نقضي لليكواموند ولا كل ما نقضي للدار من ذاك نخطف دو صون جرام تعينا من ذاك صون جرام تعال مشماش تعال زبيب يعني كل مرة نشري شوية ونحط ما بديل حق علينا رمضان يعني يكونوا وجدنا كمية لابس بيها اهلا تاني بالنسبة للتوم يعني في وقت التوم تاني كنت شريت يعني كمية كبيرة تعال التوم رحيتها مع الملح والملح والزيت فالا وعمرتها في علب هكا كل ما نسحق نجبد علبة ونخليها في الفخي جيدة بالنسبة للحميصتان يعني شمخوها وطيبوها البنت هدو يعني ما صورت ما ادرتهمش كامل على مرة كانوا عندي مقتطافات وصورت لكم مقبل لقوت لكم الحميصتان يعني نطيبها بالكاركاس ولا هكذا تعال الجج وشوية ملح وشوية في الفلك حال نقطرها ونضيرها في دي ساشي كينس حقاني رايحة نصيب الحميصة تعيواجها هنا البنت هكو تشوفوا ساشي مكتوف في حساء سامك هنا وش نضير اللبنت كل ما نشري الحوت يعني نضيره فطر ولا نضيره عشاء نحي يحبها وننقيها ونضيرها في الكنجلاتي يعني احتكي تلحق لي كمية لابس بيها نضير بيها ينسو بعباكم اللي في رمضان ساعة ما نضيروا الشربة كل يوم نضيروا يعني مدك سوب دو بوصن يعني مش يشط للرمضان المان في ساير اللي يوم كل ما تشروو الحوت ولا نحو حبا وحطوها في الكنجلاتي لا كمش رايحين يعني تحسولها هكذا يعني لها تحبو ديرو من سوب دو بوصن هكو مرايحين تصيبوها هنا بالنسبة على الفخاز ثاني كيف 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 كانت وقت الفخاز رحيت كمية كاي اللي فورتها وكاي اللي رحيتها هكذا كبرك باش نضير بيها لي تشيز كيك ولا تقدروا تديروا بيها لي فيغين ديروا بيها لي موس تقدروا تاني تد نضيروا تديروا ويجيا يا بات دو فخوي كيف كيف يعني فورتها نقولو كل 400 غرام درتها في ساشي ودرتها وحدها هنا هاد المقطع تاني تقدروا يعني توجدوه قبل رمضان وتحطوه كيف 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 لكونوا نقصوا على رواحتيكم التعب وكل واحدة ومقدورها ويعني مشي شاق تدي لهم في موسم واحد يعني كل موسم واحد وهي شي خبي كما كانوا يديروا بكوري زمن يعني وجدوا العولة على العام هنا لبنسمة الدبيرة نضيب على الخبز اليابس اه ما نرميش كما قطعته كامل دي تخونش ونحمصه من تحته يعني شعل الكوشة من تحته من فوق نحمصه من دو كوتي نص النهي برد هاوليك شوفوا يعني حمصه مليح يعني ونرحيه واني حنقسمه على على زوج النص بعد ما نرحيها رايح نديله لفاني ونخبيه في بلارة عزجاج ولا في الكنجيراتو كي ما حبيتو لي فيه لفاني البنات نديروه للبسبوسة للخبز البايتو والنص التاني رايح نتبلو يعني نديله مع دنوس بودرا ناشف يعني او يتبع لي عندلي بيع توابل نديله توابل تعدى جاج نديله بصل مرحي ماشي خضرة كيف كيف موجفف بصل موجفف توم موجفف نديله كميه تعمل ملح كيف كيف ونديرو في بلارة ونخبيه في الكنجيراتو غنينها اللي تحبو تديرو لابانيو ويغتق لي وكاش حاجة ولا تحبو تديرو غولي تعلجاج على بنابل يجي فيه لداخل مع البولي هادا نديرو كميه من الخبز المرحي ايكم رايح نتصيبو هوا جدء ام بلوس يجي ام تبال يجي بزفه يعني سوختوك يتقليو به كاش حاجة يجي متبال قول لكم ديرولو توم مرحي بودرا بصل مرحي بودرا توابل تعدى جاج ملح سطقوني للبنات يجي ما شاء الله اهنا لبنات بعد ما ترحيوه سايو غرب له يعني نحو هاداك الخشين يقعد لكم في الكس كاس ورقيقة هوليك وراهو يعني هذيك الخشي نعاود نديرو مع وحدو اخر ونعاود نلحيه ونحتفظ بيك ما قلتكم تحبو ديروه بلارة عزجاج دخلوه في البلاكار ولا يعني اللي عندها سخانة وتخافي يعني يصوف لها ولا يراح تحطوه في الكنجيلاتور يعني بهذه الأمور يعني بسيطة بصح صدقوني هدوما يشدو لكم اليد في رمضان ونحن نسيبو كل اشتاكم مواجهة يعني تختانم الفرصة وتقوموني يعني نخدموهم سيخ كوموند ومانيش نخدم كما كنت وحد وقت نخدم كونتيتي ونديرها لنك اللي راهي مهتم ما صوات شينا ولا تشوينا الرنج ولا يعني تفحتها الحملة حلوة عرمضان ما عليها غير تتاصل ويعني تريزرفي لها كوموند ديالها أنا رايح نوجدوها لها بإذن الله هنا البنات ما بقالي غير نقول لكم دمتم في رعايت الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر